هنتعرف بقى على تفاصيلها لما نروح مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة البوابة نيوز حيث توجد زميلتنا العزيزة مريم سميح مريم صباح الفل عليك تفضلي احنا سمعينك بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهوند وصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز يعني يمكن يا كريم الخبر اللي انت تكلمت عنه الحقيقة هيكون تفاصيله معنا في نهاية جولتنا الصحفية لانه الحقيقة في الكثير من التفاصيل المؤسفة بخصوص يعني بطولة كأس الأمم الأفريقية عشرين واحد وعشرين ولكن خلينا في البداية نبدأ بعنوانا من البوابة سبورت بخصوص طبعا يعني كل قائدي أو حملي شرط المنتخب الوطني خلال البطولة الأفريقية العنوان الأول من البوابة سبورت القائد محمد صلاح يحلم برفع كأس أمم أفريقية محمد صلاح قائد المنتخب الوطني طبعا في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية عشرين واحد وعشرين هو القائد رقم تسعة عشر في تاريخ البطولة وفقط خمسة وجوب الكأس القري منهم طبعا حنفي بستان وصالح سليم مصطفى عبدو وأيضا السقر أحمد حسن أول قائد للفرعنة كان أول يعني من حمل هذه البطولات كان هو حنفي بستان في أول نسخة للبطول عام ألف تسعمية خمسة وسبعين أو سبعة وخمسين عفوا وفاز بها الفرعنة فيما حمل صالح سليم شارت القيادة في نسختي تسعة وخمسين واثنين وستين ونسخة تلاتة وستين حملها رفعة الفناجيلي وتسلم شارت القيادة حسن شحاتة في نسخة ألف تسعمية وتمانين ثم كابتن محمود الخطيب نسخة ألف تسعمية أربعة وتمانين وتسلمها بعده كابتن مصطفى عبدو في نسخة ستة وتمانين ونسختين ألفين وتمانية وألفين وعشرة حمل الشارة السقر أحمد حسن وفي آخر نسخة قبل النسخة الحالية حمل الشارة كابتن أحمد المحمدي وهي نسخة ألفين وتسعمية وفي النسخة الحالية طبعا قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح وطرح تقرير بوابا سبورت سؤال هل ينجح في محمد صلاح في قيادة منتخبنا لمعاناقة التاج الأفريقي ومن جريد الشروء مالي تواجه غينيا الاستوائية لمواصلة الزحف نحو إنجاز جديد تختتم اليوم طبعا منافسات الدور ثم نقل نهائي في بطولة كأس الأمر الأفريقية والمقاومة بالكاميرون 2021 بمواجهة مالي مع منتخب غينيا الاستوائية في تمام الساعة التساعة مساء على ملعب لينبيستاديم يخود منتخبنا طبعا أو منتخب مالي وغينيا الاستوائية لقاءهم وكل منتخب فيهم عنده أمل أنه يصعد لدور الثمانية ويحاول منتخب مالي أتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2013 والمنتخب أيضا بيبحث عن لقبه الأول في البطولة وشهدت نسخة 2013 حصوله على المركز الثالث فيما يطمح منتخب غينيا الاستوائية لظهور في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه بعد المشاركتين اللي كان فيهم في البطولة عام 2015 وعام 2012 وتأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور الثالثة بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد ست نقاط ورغم خساراته أمام منتخب كاتفوار في الجولة الأولى لكنه كان ندا حقيقيا ليأتي فوزه على المنتخب الجزائري أحد أبرز مفاجآت البطولة أو مفاجآت دور المجموعات ثم اختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على منتخب سيرليون أخيرا من الجمهورية في كان 2021 فضائح التنظيم عرض مستمر البداية طبعا أو أول فضيحة في هذه المسابقة كارثة بملعب أوليمبي طبعا كلنا شاهدنا أول أمس الكارثة اللي حصلت وانتهت بوفاة 8 أشخاص وإصابة 38 شخص أو مشجع على الأقل ده طبعا خلال أحداث أو لقاء الكاميرون وجزر القمر في دور 16 للمسابقة ومازال الكاف بيحقق في هذا الحادث الأليم كمان رقم 2 في هذه الفضائح سوق ملعب جابومة كان ملعب جابومة الحقيقة بمدينة دولة الذي يصطديف لقاء منتخبنا الوطني اليوم أمام كاتفور في تمام الساعة السادسة مساء واللي هيلعب عليه المنتخب هو أحدث الشواهد على سوق التنظيم في المسابقة وعلى الرغم من اعتراض الكاف عدة مرات إلا أن قد تتمسك برأيه وكمان وصف المهاجمين أن هم بيتطولوا عليه ورفض الحقيقة أنه ينقل هذا الملعب له ملاعب أخرى والحيان منتخبنا كمان اشتكى من سوق الملعب ويخشى إصابة أي من اللعبين بسبب المطبط والحفر اللي بيعاني منها الملعب كمان رقم 3 تسمم منتخباي جامبيا وكاب فردي عن الاتحاد طبعا الجامبي عن إصابة 3 لعبين بحالات تسمم في صفوف الفريق قبل ساعات قليلة من اللقاء بمنتخب غينيا في دور 16 من عمر المسابقة وكمان أبدأ مدرب جامبيا غضبه بسبب سوء المعاملة لأنه هو كانتكلم عن أن اللجنة المنظمة بتخلي 6 من اللعبين بيناموا في غرفة واحدة وده في ظل الوباء المنتشر في صفوف الفرق الأخرى وهو فيروس كورونا طبعا وكمان منتخب كاب فردي أعلن عن وجود 5 حالات تسمم قبل مواجهة السنغال أمس في دور 16 كمان رابعة فضيحة من أول رصادها تقرير الجمهورية هي فضيحة ملابس ملوي زي ما أنت قلت بالضبط يا كريم الحقيقة أن العاب ومنتخب ملوي غسلوا ملابسهم الداخلية وعلقوها على جذع الأشجار وده أثار حالة من الاستياء من اللجنة المنظمة ومساعد مدرب منتخب ملوي الحقيقة أنه هو تكلم عن أن استحالا نشوف سادي ومانيه بيتطرق أو بيتعرض لنفس هذه الأزمة وهي تعريق ملابسه الداخلية حتى يتم تكفيفها حتى قبل المباراة بساعات قليلة وهو اللي قال أنه هو في نوع من التفرقة ما بين المنتخبات وبعضها البعض وخاصة منتخب جامبيا وملوي وجزر القمر وآخر في ضيحة الحقيقة رصادها التقرير هو تعليق حفلة جزر الأمر بدون مرافقة أمنية وأيضا الحقيقة أنه كان هذا التعطل قبل بداية المباراة الخاصة بهم بدقائق قليلة جدا وهو اللي خلاهم أو اضطرهم أنه يغيروا ملابسهم داخل الحفلة دي كانت أخبارنا طبعا أو أبرز عنواننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء في جولتنا الصحفية بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى احنا اللي بنتوجه ليكي بكل الشكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التغطية الصحفية المتميزة